لطالما كانت الأمم المتحدة تتشدق برفضها كل أشكال العمل المسلح وتحت أي ذريعة كانت إلا أن الموقف الأممي إذا أما يجري في الساحة اليمنية ابتداء من المساعي الحثيثة للوصول إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي عبر اتفاق ستوكهولم وبعدها في عمان والتي شرعنت وجود ميليشيا الحوثي كجهة يمكن التفاوض معها كل ذلك ينسف بلا شك صدقة لك الدعاوة اللجنة المشرفة على تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي والتي ضمت ممثلين عن حكومة عبد الرب منصور هادي وآخرين عن الحوثي بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وصفت مباحثات عمان بالإيجابية بعد بحثها على مدار يومين الخطوات التي اتخذت لتطبيق الاتفاق والذي يعتبر الأول بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن رئيس وفد الشرعية إلى المحادثات هادي هيج قال إن اللقاء تناول القضايا التي تثار حولها شكوك بين الطرفين وتضمن توضيحات حولها لا سيما ما يتعلق بامتناع الحوثيين سابقا عن الإفادة بشأن مصير قائد اللواء 119 فيسر رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان من جهته أعرب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث عن أمله بأن يؤدن انخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإصراع في تطبيق الاتفاق أما فيما يخص موقف الحوثيين من اتفاق ستوك هولم والذي صار مرجعا لكل اللقاءات اللاحقة ومنها لقاء عمان فقد وصف القيادي في الميليشيا حسن زيد موافقة جماعته على ذلك الاتفاق بالخطأ الاستراتيجي الحال في اليمن يبقى رهن النوايا الصادقة في تطبيق الاتفاقات والمعاهدات خصوصا من طرف الحوثيين الذين يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم وتحديدا في محافظة الحديدة التي قادت لكل هذه الاتفاقات والتفاهمات وغيرها من المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية اشتركوا في القناة